المصارف الحكومية تؤكد حماية بيانات استخدام البطاقة الإلكترونية في التعاملات اليومية الجهات المعنية أوسط المواطنين والمتعاملين مع خدمات الزبائن لاستخدام المبالغ المالية بما يتناسب وتغطية المواطن لمستلزمات تكاليفه الشهرية اليوم نرى المصارف الحكومية والمصارف الخاصة التي تنظيم بعد أكثر من جهة ثانية نرى المواطن نفسه التجار أصحاب الشركات وكافة فئة المجتمع يتعامل بالبطاقة الذكية بعمليات السحب والدفع تكون عملية منظمة يعني لا يجعل مبلغ بها زائد ولا يجعل بها على قد احتياجها وننصح أن يتعامل مع المصارف الموثوقة والجهات الرصينة وفي وقت تستمر فيه الحكومة بتنفيذ حملات التحول النقدي الإلكتروني يأتي متزامنا مع تشجيع على إنشاء حسابات مصرفية في مجالة مهمة أبرزها الإداء والسحب والتسوق وإجراء التعاملات المالية اليومية سرعة الإنجاز ويكون فيها نوعا ما من الإدارة الحديثة في عملية التداول الرقمي وأيضا يقنن من عملية الخطورة الأمنية على المؤسسات البنقية والشركات التي تعمل في مجال التجارة وتستمر توسعة انضمام جهات حكومية وقطعية في عمليات انتقال العراق نحو تطبيق نظام الدفع الإلكتروني مع بداية العام الحالي من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية